السراء عليكم ازايكم يا شباب النهاردة هنكمل فيديو جديد في سلسلة فيديوهات رحلة التعلم ازاتي مشروع طالب علم المشروع اللي بنسعى من خلاله ان احنا نحولك لسلف ليرنور ازاي تبقى متعلم ازاتي ازاي تتعلم اي حاجة انت بتحبها لوحدك ازاي تلاقي احسن المصادر في مجالك حتى لو انت لسه جديد واتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ازاي تلاقي احسن الكتب في مجالك حتى لو انت لسه مبتدق عشان تتعلم من احسن المصادر عن طريق القراءة نيجي للجزء التاني ما هو الكورسات ازاي الاقي احسن الكورسات في مجالي ازاي يقارن بينهم ازاي اختار الكورسات ايه الانسب لي لو انا لسه مبتدق او لو انا متوسط او لو مستوى عالي شوية ازاي يطور من نفسي اكتر في المجال اللي انا اخترته والان انا حابب اكمل فيه واتعمق فيه وابقى متميز فيه بعيدا بقى عن التنسيق وبعيدا عن رغبة الاهل وهكذا اه والنهاردة جايب لك موقع بيه اه هو بيقوم لك بكل المهمة دي انه بيقارن لك بين الكورسات الموجودة في اي مجال انت عايزه بيبدأ يديك احسن الكورسات في المجال ده على اكتر من منصة تعلمية وبيتحلق كل الحاجات الموجودة سواء انت عايز كورسات مجانية سواء عايز كورسات مدفوعة اه عايز كورسات مترجمة او لا او هكذا اه هنجرب مع بعض الموقع هسيب ليكوا طبعا لينك الموقع في الدسكريبشن ان شاء الله تحت الفيديو اه هنخش هنا اول موقع زي ما بيقول كده هو بيسيرش وبيكمبير وازاي وبيخليك كمان تحجز مباشرة هو بيعمل كل حاجة انت كل عليك بس تشوف انت حابب تتعلم ايه هننزل هنا تحت على الموقع هنلاقي ان الموقع متقسم فئات ومجالات كتيرة جدا تقدر تتعلمها وتختار اللي ينسبك اه على سبيل المثال مثلا هنعمل مثالين عشان وقت الفيديو واحد مثلا حابب يتعلم بيزنس وقداره وحابب يبقى يطور من نفسه فيهم ويبقى صاحب بيزنس وهكذا فانت ممكن تدوس من هنا على الحاجات اللي انت عايزها اما مثلا عايز في الليدرشيب او في البروجيكت منجمينت او لو انا عايز اشوف المجال نفسه جوا ايه فهدوس زي ما انا دست كده على المجال نفسه من فوق فيجيلي كل الكورسات المتاحة في المجالات اللي جوا المجال الكبير ده من فوق اه فمثلا هنا جاي لهو ادارة اعمال جاي لاتش ار جاي للايف كوتشن جاي لستارت اوبز وحاجات كتيرة جدا جدا هنا قدامي اه فمثلا نختار لو واحد عايز يبقى لايف كوتشن هندوس على اللينك هيفتح لنا هنا كل الكورسات هنا بقى بيجيب لك الصفحة اللي فيها الكورسات كلها من كل المنصات المختلفة الموجودة اه وهنا كمان فيلتر بيبدأ يقلل لك البحث شوف انت عايز ايه بالضبط وبيجبه لك فمثلا لو انت عايز من ناحية الاسعار لو عايز الكورسات المجانية بس بتدوس بتعلم على فري لو انت عايز موجود الوقت بتاع الكورس نفسه واللغة وهكذا اه نفترض مثلا انا حابب ببدأ بالفري فاعلم على فري فيجيلي الكورسات المتاحة احسن الكورسات المتاحة في المجال ده فيجيب لي كورس جايب لي هنا كورس من يوديمي وجايب لي كورس من كورسيرو اللي اتنين فيه كورسين دول معي اه اقدر اخد اتعلمهم واللاثنين فيه هنا بيجيب لي المستوى بيقول لي المستوى ده متوسط لو دست عليها يفتح للصفحة دي اسم الكورس بيجيب لك هنا كل المعلومات عن الكورس اللي انت محتاجه اه هنا الكورس اسمه اهو ازاي تبقى live coaching و ازاي يعني تبقى يجي لك اه فلوس من live coaching وهكذا فبيبتع بقى يجيب لك description اه هنا overview description والreview بتاع الناس اللي سبقيتك والاسئلة المتكررة وهكذا لو عجبك الكورس والdescription والناسب ليك وكل حاجة تقدر تخش تاخد اسم الكورس وتبحث على يرمي على طول او to do small information هيفتح لك على طول الكورس على الموقع بتاع يدني زي ما انت شايف كده الكورس فري اه اول ما بتحجز على يدني بيفضل في حسابك مدى الحياك المدفري اهو وهنا التقييمات بتاعت الناس وفيه 49 الف طالب قبلك اخدوا الكورس ده وميديله تقييم عالي جدا اربعة واثمين من العشرة ودي حاجة كويسة ده بالنسبة ازاي الاقي الكورسات في مجال live coaching وفي واحد تاني على كورسيرة لو انا حابب باشوف ومسلا وهكذا كده عرفنا ازاي لو انا مثلا اختار الكورسات في مجالي ناخد المثال التاني لو حد حابب يتعلم على سبيل المثال marketing وفيه لغات وفيه design والفوتوشوب والتصوير وكل الحاجات اللي انت محتاجها نشوف مثلا الماركتنج عشان هاحبه هنبص عليه كده ونشوف ايه المجالات اللي فيه فانا بيجيب لك المتاح الكورسات المتاحة عنده جايب في البراندينج والايم الماركتنج والجروس هاكينج والماركت ريسيرش والس اي او والستوري تيلنج وعدمات الفيسبوك وجوجل ادورد وكول والسوشال ميديا وكل الحاجات دي اي مجال من دول لو اتعلمته واتقنته هتقدر تشتغل به في الفريلانس على طول او تقدر تدير انت البزنس بتاعك او تبيع منتج وهكذا اه فمسلا لو هنشوف في الاس اي او لو انا دوست عليه كده عايز احسن كورسات في الاس اي او عشان اتعلمه هتخصص فيه فانا جايب لي هو اه تخصص كامل من المصيرة اه اقدر اخش واشوف ايه بيتكلم عن ايه و جايب لي كورس من يو دي مي وكل الكورسات اللي واخده عالي جدا ما بيجيب لكش كورسات مثلا لسه تعبانه وبيجيب لك احسن الكورسات بنقل على تقيمات الناس اللي قابلك اللي اخدوا الكورس فانا هنا هخش على صفحة الكورس في كورسيرو ع الموقع الرسم اللي انا هاخد من عليه وانا ان كورسيرو فيها حاجة اسمها الدعم المالي وعملتلكو فيديو ازاي احصل على التعم المالي واخد الكورس بالشهادة مجانا تماما تقدر برضو هتلاقي الانك بتاع الفيديو موجود هنا ادي الكورس وهنا محتوى وهنا الجامعة اللي هدرس منها واللي هكون الشهادة باسمها وهنا المدرب اللي هيعلمني وهكذا فزي ما قلنا قبل كده ان اي مجال في الدنيا هتتخصص فيه وتبدأ تاخد فيه احسن كورسات وتقرأ فيه احسن كتب وتطبقها وتتعلم وتغلط وتجرب وتتطوع وتاخد خبرة هتقدر تشتغل في المجال ده وبعد فترة هتكون خبير في المجال ده وهتاخد فلوس كتيرة وهتكسب فلوس كتيرة جدا من المجال ده الموضوع دلوقتي يبقاش موضوع كليات ولا شهادات الموضوع دلوقتي يبقى موضوع مهارات بس فانت ركز على مجال انت بتحبه حاجة انت حابب تتعلمها مجال حابب تتعلمه من الصفر المجالات كتيرة جدا 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 اختار المجال اللي انت حابه وابدأ اتعلم فيه من الكتب ومن الكورسات ومن احسن المصادر وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم في الموضوع الجديد وبرده نكمل سلسلة فيديو هات رحلة التعلم الذاتي مستني منك تعليق تحت الفيديو ايه اللي موقفك عشان تتعلم لوحدك او ايه اللي بيعطلك في الطريق لو عندك اسئلة معينة حابب ان نجاوب عليها في فيديو اكتبه وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون على الموضوع الجديد في رحلة التعلم الذاتي مشروح طالب الطالب علم عايزك تكمل وابقوا هتوقف تطوير من نفسك ان شاء الله ربنا هيكفقك خير على اجتهادك وبالتوفيق دايما ان شاء الله سلام عليكم